موسيقى هنا ولايف موجز اخباري جديد اهلا بكم يشارك قادة دول العربية الدول العربية اليوم في اعمال القمة العربية التاسعة والعشرين التي تعقد في مدينة الظهران بمملكة العربية السعودية كان الرئيس السيسي قد وصل الى مدينة الدمامي بالسعودية للمشاركة في القمة العربية العادية هذا وتصديف المملكة القمة وسط تهديدات وتحديات كبرى تواجه الامنة القومية العربية يواصل المرشحون للانتخابات التشريعات العراقية حملاتهم الاعلانية للانتخابات المسمع اقامتها في اثاني عشر من مايو المقبل ويشارك نحو سبعة الاف مرشح للفوز بثلاثمائة وتسعة وعشرين مقعدة ذلك في البرلمان العراقي تمتد فترة ولاية مجلس النواب لأربع سنوات اتهى موزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف بريطانيا والولايات المتحدة في تصنيع غاز العصاب الذي استخدم في تسميم الجسوس الروسي السابق سيرجي سيكريبال في بريطانيا حذرت الولايات المتحدة واكثر من عشر دول في امريكا اللاتينية من ان الانتخابات الرئاسية في فنزو الا شهر المقبل ستعتبر غير شرعية ما لم تتم استعادة المعايير الديموقراطية جاء ذلك في بين المشتركين اصدرته الدول على هامش قمة الامريكيتين في البيرو ومن جهته قال نائب الرئيس الامريكي مارك بينس الذي يمثل بلاده في القمة قال ان الانتخابات مزيفة داعيا الى تكثيف العقوبات على فنزويلة لعزل رئيسها نيوكلاس مادرو قتل جنديون فيما وصيب العشرات في تفجير سيارتين ملغومتين بقاعدتين لفرنسا والامم المتحدة ذلك في مدينة تونباكتو بشمال مالي واعلنت السلطات في مالي ان الارهابيين كانوا متنكرون او كانوا متنكرين في زي جنود الامم المتحدة لحفظ السلام اشتركوا في القناة